مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر على موقفها المبدئي بالاستعداد الدائم للتفاوض من أجل التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح مصر وإثيوبيا والسودان فيما يخص ملف سد النهضة الإثيوبي وطبعا مجلس الأمن القومي أصدر بيان بعد اجتماعه لمناقش التطورات الوضع في ليبيا وملف سد النهضة وأكد في البيان أن مشاركة مصر في الاجتماع الخاص باستئناف مفاوضات سد النهضة واللي جاء بدعوة من وزير الرئيس السوداني بيأتي من أجل استكشاف مدى وجود الإدارة أو الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق وتأكيدا لحسن النواية المصرية المستمرة في هذا الصدد